اهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات حديث الخليج ضيفي هذا الأسبوع هو الكاتب الصحفي السعودي المعروف الدكتور حمود أبو طالب حياكم الله دكتور حياك الله سليمان أهلا وسهلا دكتور طبعا مبروك صدور كتابك الجديد ساحات 2011 أخيرا الشعب يريد سيكون الكتاب ومواضيعه وقضية الربيع العربي تقريبا الكتاب يعالج أو يتحدث بتفصيل عن ساحات التغيير في العالم العربي سيكون محورنا الرئيسي ولكن قبل هذا أنت قادم من السعودية أحداث كبيرة في السعودية الأسبوعين الماضية أهم الأحداث ربما كانت لدى بعض وسائل الإعلام العالمية مفاجأة أنه كان هناك توقعات أن تصير مسألة معقدة في عملية اختيار ولي العهد يبدو الأمور مشت ببساطة ويبدو أن هناك اتفاق مسبق بين الأطراف المؤثرة في العائلة المالكة لاختيار الأمير نايف وليا للعهد أولا هل كانت مفاجأة في السعودية؟ هل كنتم تترقبون كمتابعين كمراقبين أن تتأخر المسألة؟ أم أنه سعوديا كانت الموضوع أو المسألة محسومة سلفا؟ بالمؤكد هذا الحدث لا يشكل مفاجأة في رأي شخصي وأعتقد أنه رأي المجتمع أعتقد أو أجزم أن القرار باختيار سمو الأمير نايف عبد العيز وليا للعهد كان هو المتوقع من الغالبية الساحقة من الشاب إن لم يكن كل الشاب لأسباب بدهية وبسيطة ومنطقية يعني كون الأمير نايف حقيقة أولا رجل أو مسؤول من داخل مؤسسة القرار لم يكن وزيرا للداخلية فحسب طوال هذه السنين التي مضت وإنما من داخل دائرة صنع القرار في المملكة العربية السعودية رجل ذو خبرة طويلة جدا وكان هو الشخص المطروح على الأقل في الذهنية الجمعية للشاب يعني بعض التحليلات قد تقول فقط لفهم نعم كيف يفكر من يكتب عن السعودية أنه ربما أن الربيع العربي والقلق من ما يحدث من حراك أو من حراك شامل في المنطقة العربية عجل بالمسألة بمعنى أنه سرع بآلية التفاهم داخل الأقطاب المعنية باتخاذ مثل هذا القرار الكبير لا أظن أخ سليمان أنه لهذا الموضوع علاقة بما يحدث كان من الطبيعي أن يتم اختيار وليل العهد بطريقة أو بأخرى وفي اعتقادي أن العملية مرتبة بشكل جيد خلال الفترة الأخيرة وبشكل أو بآخر بوجود الربيع العربي أو بدون وجود الربيع العربي بوجود أحداث خارجية أو بدون وجود أحداث خارجية هذا الأمر كان لابد أن يتم وعندما تم بهذه السلاسة وبهذه السرع لا أعتقد أن الأمور رتبت بين يوم وليلة وإنما هناك بالتأكيد كان الترتيب مسبق وقرار مسبق في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب طيب يعني أيضا يأتي الحديث عن هيئة البيعة البعض قال أنه كان اختبار فعلي لهيئة البيعة البعض يقول أنه الهيئة البيعة فعلت في هذه المناسبة ربما لم تعلن هذه التفاصيل البعض يقول لا ربما أخفقت هيئة البيعة في هذه التجربة لأنه قرار ملكي ونفذ ضمن اتفاق لرموز مهمة داخل العائلة الحاكمة كيف تقرأ أنت وجود أو دور هيئة البيعة في هذه المسألة وليكن الأمر ما يكون في النهاية أن القرار مر بهدوء ومر بسلاسة ومر باتفاق الجميع الملك استخدم صلاحيته في اختيار ولي العهد حظي هذا الاختيار أو القرار بالإجماع من الأسر المالكة أو أعضاء مجلس هيئة البيعة وتعرف وعرف أن المرحلة هذه أو القرار هذا أو الفترة هذه استثنائية يعني التفعيل بقية دور الهيئة أو آلية تفاصيل الاختيار للمرحلة القادمة لكن لا أظن أنه مجرد إخفاق كما تذكر نقلة عن بعض الآخرين أو أنها لم تفعل بل فعلت الإجماع تم بوجود العضاء هيئة البيعة فبمجرد اتخاذ قرار من الملك وموافقة أعضاء هيئة البيعة عليه أعتقد أن هذا تفعيل لعمل أو دور هيئة البيعة فبشكل أو بآخر هيئة البيعة حضرت في اتخاذ القرار وتم اتخاذ القرار والموافقة عليه وهكذا انتهى الأمر طيب في ظل أيضا لا يمكن أن تغفل التأثير الكبير للربيع العربي على المنطقة إجمالا في ظل الربيع العربي البعض ربما يخشى على مشروع الإصلاح في السعودية خاصة أن الملك عبد الله عرف بأن الرجل حقق مجموعة مشاريع إصلاحية حتى لو كانت على الصعيد الاجتماعي على الصعيد الاقتصادي ولكن كان هناك حديث جاد عن الإصلاح في ظل أنك سوف يستمر هذا الحديث؟ أعتقد أخي سليمان أن موضوع الإصلاح في المملكة العربية السعودية هو قرار استراتيجي قرار طويل البداء مرحلة بدأت ولا يمكن أن تعود إلى الوراء لا أعتقد ولا أتوقع أنها ستكون مرتبطة بوجود شخص أو غيابه المجتمع بأكمله الآن يتحدث عن مشروع الإصلاح الدولة تتحدث عن مشروع الإصلاح بشكل أو بآخر لا أعتقد أن العجلة ستدور للوراء مهما كانت الأسباب ثانيا في اعتقادي عندما يتسلم الإنسان أو المسؤول سمول أمير نايف أو غيره تكبر المسؤوليات ويصبح مسؤولا أو شريكا في تبني هذه المشروع الإستراتيجي الكبير الذي يحدث في البلد لا أرى هناك مبررات أو أسباب معقولة وموضوعية ومنطقية لإيقاف الحديث عن الإصلاح والعمل من أجل الإصلاح لأنه في كل الأحوال كما أصلفت لن يتقبل ذلك أحد ولن تعود العجلة إلى الوراء ولا توجد هناك أشياء مؤكدة أو ملموسة نستطيعها الآن أن نجزم بها أن هناك ما يوحي بأن مشروع الإصلاح سيتوقف لماذا نقرأ بين السطور في بعض التعليقات خشية من دور أقوى لبعض الجماعات الإسلام السياسي الأصولية في ظل المرحلة القادمة في السعودية هل هناك خشية من أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من صراع إيدولوجي بين تيارات معينة لأن الحديث عن الإصلاح قد يخفق أو قد يخفت؟ الإصلاح يا سيد الكريم كل ينظر له بحسب فكره وبحسب رؤيته هناك جناح أو طرف يرى أن الإصلاح أن تبقى كما أنت وهناك طرف يرى أن الإصلاح أن تعود إلى الوراء يرى أننا تقدمنا لما هو أسوأ وهناك طرف يرى أننا أطرف داخل العائلة لا أقصد داخل المجتمع السعودي أو داخل أطياف المجتمع السعودي وهناك طرف يرى أننا يجب أن نتقدم إلى ما هو أكثر وهناك طرف يرى أننا نسير بمطل فبالتالي عندما يأتي الحديث عن الإصلاح كل طرف أو كل طيف يتحدث انطلاقا من مفهومه للمعنى الإصلاح مثل هذه الإفرازات عندما تظهر إلى السطح يظهر للمتلقي أو المشاهد أن هناك جدل كبير جدا حول الإصلاح ولكن عندما نتكلم عن الإصلاح كمشروع دولة أو كمشروع الشعب كامل أو كمشروع استراتيجي أعتقد أن الخط واضح أن هناك أشياء كثيرة يجب أن تحدث على المستوى المؤسسة السياسية على المؤسسة الاقتصادية على المؤسسة التعليمية على المؤسسة الاجتماعية على المستوى التقافية هذا لا جدالة فيه وكل ذي عقل في مملكة العربية السعودية وكل شخص يعي جيدا ما يحدث في العالم ويحرص على وطني يشارك بقوة بالدفع بهذا الحديث إلى مرحلة التحقيق طيب اسمح لي دكتور بأخذ الفاصل الأول بعد الفاصل ودي أتحدث معك بشكل مفصل عن ساحات 2011 أخيرا الشعب يريد أن أسألك لا بأس بعد الفاصل انتظرونا إذن يستمر هذا الحوار مع الدكتور حمود أبو طالب الدكتور في مقال من ضمن المقالات المنشورة هنا في ساحات 2011 أخيرا الشعب يريد نعم تقول إنها شعلة التغيير التي ستجوب كل محطات الشارع العربي ولن تستطيع محطة إطفاء وهجها يحملها مواطن صرخة زمنا طويلا يريد إصلاح النظام لا أكثر وعندما لم يستجب له النظام كان قراره إسقاط النظام فهل تستفيد المحطات القادمة من هذا الدرس البليغ هل الخليج والسعودية بما أن قادم من السعودية في منأة عن هذا القطار المنطلق بقوة كما يبدو؟ لا يوجد أحد في منأة وبغض النظر عن صفتي قادم من السعودية أو من غير السعودية كمواطن عربي أو كمهتم بالشأن العام أو كراصد لما يحدث بالتأكيد لا توجد محطة ستكون استثناء كما قلت موضوع الإصلاح النظام كل الشعوب العربية تطالب بإصلاح النظام وظلت تطالب زمنا طويلا بإصلاح النظام الشعوب لا ترفع شعار إسقاط النظام إلا عندما تيأس تماما من أنه لا توجد فرصة للإصلاح عندما ننظر إلى الساحات التي حدثت فيها الثورات العربية سنجد أن الشعوب بالفعل كانت تصرخ زمنا طويلا لمجرد إصلاح النظام لمجرد أن تفعل مقتصباتها الوطنية لمجرد أن تطالب بأبسط استحقاقاتها الوطنية ولكن لم تكن هناك أنظمة تستجيب لهذه المطالب بل هناك أنظمة تستخف بهذه المطالب وتتحايل على هذه الشعوب وتخلق لها ألف أزمة وأزمة لكي لا تبدأ أي مشاريع إصلاحية في العالم العربي عندما يصل الإنسان أنا أعتقد أخ سليمان أنه أولا موضوع الثورات العربية وموضوع الساحات العربية هي لم تكن ثورة على الأنظمة في المقام الأول بقدر ما كانت ثورة الإنسان العربي على ذاته بمعنى؟ بمعنى هو ثورة على اليأس من أن يفعل شيئا هو ثورة على حاجز الخوف السميك الطويل الذي وقف بينه وبين أن يفعل شيئا زمنا طويلا هو وصول إلى قناعة أنه إنسان قادر أن يغير الأشياء عندما تحقق ذلك للإنسان العربي وانتصر على ذاته أولا على ذاته الخائفة كان باستطاعته أن يخرج وينتصر على الأنظمة التي ظللته طويلا وظلمته طويلا وصادرته طويلا الإصلاح مطلوب في كل بلد عربي ولا توجد هناك بلد عربي أو مجتمع عربي أو نظام عربي يدعي أنه بمنأة من المطالبة بالإصلاح إذا كان هناك نظام يظن أنه كذلك فهو نظام واهم بما فيه الخليج والسعودية أي كل مكان وكل مجتمع في السعودية هناك حديث واضح أنا لا أريد أن نختصر الحديث عن السعودية ولكن كجزئية في السعودية هناك حديث مستمر عن الإصلاح هناك حديث مستمر منذ زمن طويل ولكن على الأقل ما يبشر بالأمور أن هناك اعتراف بأن المجتمع وبأن الملقى العربية السعودية تحتاج إلى إصلاح الاعتراف بالمشاكل هو أول خطوة في تنفيذ الإصلاح الدولة الآن تتحدث مع المجتمع بشكل علني أن هناك فساد أن هناك المجتمع يطالب بالدفع بالمشاركة المواطن في اتخاذ القرار هناك مطالب كثيرة جدا على الأقل أن الدولة لدينا لا تنكر وجود هذه المشاكل وتعترف بأن المجتمع يحتاج إلى إصلاح وأن هناك كثير من الأنظمة والقرار تحتاج إلى إصلاح هنا على الأقل نحن لسنا في مأزق الأنظمة التي تدعي الملائكية والطوباوية والمثالية والنموذجية ومن يتحدث عن الإصلاح يتم قمعه هناك حالة إنكار من وجود خلل في الأنظمة العربية على الأقل عندما تكون أنت ودولتك في خط مشترك بأن المجتمع وبأن الشعب وبأن الأنظمة وبأن المؤسسات السياسية والاقتصادية والتعليمية وإلى آخر كلها تحتاج إلى إصلاح فبالتالي نحن على الأقل في نقطة مشترك في سعودية في الخليج في العالم العربي إجمالا حتى لا نخصص يعني نعم الناس ملت من الحديث عن الإصلاح تريد فعل لا تريد أقوى ولهذا قامت الشعوب ضد هذه الأنظمة ولهذا قامت الشعوب ضد هذه الأنظمة وبالتالي هذا الدرس كيف يمكن أن يستفاد من خليجيين أو في الدول التي لم تطالها الرياح الربيع العربي أن تستمع جيدا لمطالب الشاب أن لا تعتبر أن المطالب الآن مطالب الشعوب هي نوع من الطرف أو نوع من التطاول أو سيادة المؤسسة للحكم أن تعتبر أن المواطن هو شريك أساسي وصاحب قرار في تشكيل مستقبل وطني أن يتم عامل الزمن الآن نحن في سباق سريع ومخيف مع عامل الزمن أن لا تؤجل الخطوة التي يجب أن تتم اليوم إلى الغد ألا تراهن على عامل الزمن عامل الزمن يا أخي الكريم أثبت أنه سقط سقوطا مدويا من خلال ما شهدناه يعني منذ يناير 2011 إلى يومنا هذا يعني لم تمر سوى 19 أشهر انظر ماذا حدث كل الذين راهنوا على عامل الزمن خسروا هذا الرهان فبالتالي على بقية الدول العربية أو على بقية مؤسسات الحكم العربية أن تستفيد من هذه التجربة التي مرت بأن تكون ذات مصداقية عالية مع شعوبها أن لا تقدم وعود لمجرد الوعود دون تنفيذ وأن تسارع أيضا في الإصلاحات لأن الشعوب لا تنتظر طويلا خاصة بعدما حدث ونراه يحدث أمامنا الآن نعم في الكتاب ساحات 2011 كان سؤالك الرئيسي لماذا الشباب ولماذا الآن؟ نعم يعني كيف ممكن أن نجيب على مثل هذه السؤال؟ حقيقة أن هذا المحور الأساسي كان تقريبا لمقدمة الكتاب وهي مقدمة طويلة جدا ولكن إذا أردت أن أختصر الموضوع في الشقين لماذا الشباب ولماذا الآن؟ دعنا نبدأ بلماذا الآن لماذا الآن؟ لأن كل شيء بلغ مده تراكمات تراكمات وكل شيء يعني العالم الدول التي حدثت فيها هذه الثورات كانت عبارة عن براكين تحتاج فقط إلى ما يحرقها لتنفجر كانت عبارة عن براميل من البرود انفجرت فجأة الاحتقام بلغ مده الأمور في العالم العربي بلغت من السوء إلى درجة لا يمكن أن تتخيل ما هو أسوأ منها كل شيء بلغ أقصاه في السوء فبالتالي كان من الطبيعي جدا أن تصل الناس إلى مرحلة الثورة على وضعها السي القائم لأن الناس قمعت سياسيا قمعت اقتصاديا تعيش أسوأ الظروف التي يمكن أن يعيشها أي شعب في العالم عربي يتمتع بأعلى مؤشرات البطالة والفقر والأمية وكل ما هو سلبي فبالتالي من حيث الأوضاع الأوضاع التراكمت إلى أن وصلت إلى درجة فاضحة ومخجلة ولم يكن باستطاعة الأنظمة أن تتداركها فبالتالي كان من الطبيعي بشكل أو بآخر حتى لو تأخرت الأمور قليلا فإن الوقت لن يطول هذا نحية التوقيت لماذا الشباب سيد الكريم لأنه أيضا من سذاجة كثير من الأنظمة أنها نسيت أو تجاهلت أن 70% من سكان العالم العربي الآن من الشباب وأنه ليس الزمن أو الشباب الذي عاش فيه ذلك الحاكم أو جيل ذلك الحاكم نسي أن هؤلاء الشباب أولا أن من حقهم الجيل القديم الجيل القديم لم يبقى له كثيرا من الزمن ولم يبقى له كثيرا من الحماس واللياقة النفسية لكي يتبنى مشاريع مستقبلية ولكن عندما تتحدث عن شاب بين العشرين والثلاثين العام لديه ألف مبرر بأن يناضل من أجل الخمسين سنة القادمة من مستقبله ثانيا الشباب أصبح يقارم بين أوضائه التي يعيشها في مجتمعاته ومجتمعات الأخرى الآن ثورة الاتصالات والتكنولوجيا والميديا كما تعرف عندما يجلس شاب في دولة عربية معه ويتواصل في نفس اللحظة مع الشاب مثله ويتحدث نفس اللغة شاب في فنلندا وشاب في أستراليا وشاب كذا ويتحدث ذلك الشاب عن الأوضاع التي يعيشها وعن الميزات التي يتمتع بها وعن الحقوق التي يتمتعها بمعنى أن الوعي بفداحة الظلم والسوء الذي يعيش فيه الشاب العربي اتضح لديه صحي وتوفرت كل المعطيات والظروف التي تجعله يتهر على هذا الواقع لن يقبل الشباب أن يعيشوا في ظل هذه الظروف بعد الوعي الذي اكتسبوه وعي سياسي وعي بما يجري في المجتمعات صحي دعني أخذ الفاصل الثاني لأنه عندي موجز عاجل الآن أريد أن أتحدث عن تقنية الاتصال التي كسرت ما أسميها أنا جدار برلين بين العرب بعضهم بعضا صحي اتصالهم ببعض استطاعتهم أن ينظموا أنفسهم ويخرجوا للشارع ليعلنوا المطالبة بإسقاط النظام ولكن بعد الفاصل انتظرونا إذن يستمر هذا الحوار مع الدكتور حمود أبو طالب وحديثنا عن الشباب والتغيير يعني دكتور كتبت مقالات كثيرة جدا على مدى العشر السنوات الماضية وقبلها كثيرا ولكن على الأقل منذ أن ظهرت تقارير التنمية البشرية التي صدرت عن طريق الـ UNDP ومنظمات عالمية بأقلام باحثين من الوطن العربي معروفين بصدقية الكل كان يتنبأ بأن حدث كبير لابد أن يحدث كانت فضلت تفاقمة الإحباطات والأزمات وأيضا تمادت بعض الأنظمة القمعية في تجاهلها لمطالب الشروع صحي اليوم نحن أمام عالم متغير زي ما تفضلت الشباب أكثر التساق بهموم مجتمعهم وبالتقنيات المحيطة بهم من كل مكان يعني مرتبطين بما يحدث في العالم إذن هل هذا الطريق خلاص منفتح يعني لا يمكن إغلاقه أبدا الجيل القادم سيصر على المطالبة بحقوقه تعتقد أنه يعني ألا تخشى أنه الأنظمة تستحدث أنظمة تقنية لقمع مثل هذه الأصوات أم أنه توليت الآن أعتقد أن ذلك متأخر جدا وإذا كان تعتقد أو أحد يظن بأن الأنظمة ستخترع أنظمة لمصادرة هذا الانفتاح ولمصادرة هذه المرحلة الكونية فأعتقد أن ذلك وهم كبير يجب أن نعترف بأن أن هناك عالم جديد يتشكل الآن وعمادهم هؤلاء الشباب الذين ستشكلون العالم لن تكون هنا قوة قادرة على إيقاف هذا الانفتاح لن تكون هنا قوة قادرة على مصادرة ومصادرة هذه الإرادة لا سيما ليست مقتصرة فقط على العالم العربي وأنت تعرف ماذا حدث في بعض دول أوروبا الغربية ماذا حدث في أمريكا بمعنى أن المطالبة بالتغيير الأمور إلى الأفضل أو المطالبة بالحقوق وبالاستحقاقات لم تعد أيضا مقتصرة على الشباب العربي بل على كل العالم ولذلك هذا التفاعل تشهد بين الشباب يعني الوال ستريت كمثال بالتأكيد كانوا يحملون لوحات وشعارات من ميدان التحريج بالتأكيد بالتأكيد فنعود إلى الفرضية التي طرحتها أنا شخصيا لا أتوقع أو كل الدلالات والمعطيات لا تلمح على أن مثل هذا سيحدث أعتقد أن من يفكر في ذلك ربما يعيش خارج العصر تماما ولكن دكتور أنت مثلي ومثل كثير من الكتاب في منطقتنا متفائل بالربيع العربي بأمانة ما هي أبرز المخاطر التي تخشاها حمود أبو طالب على الربيع العربي وشباب الربيع العربي بالتأكيد ما مر وما حدث إلى الآن هو المرحلة الأولى من التغيير هي ليست التغيير لا يتم بسقوط نظام أو بسقوط رمز نظام أو بسقوط مؤسسة حكم التغيير الحقيقي أو ما يمكن أن نحلم به أن يكون الربيع العربي هو بعد هذه المرحلة هو ترجمة الأحلام التي من أجلها قامت هذه الثورات إلى واقع إذا أرادت الشعوب العربية أو الشباب العربي الذي يحلم أن يؤسس لمرحلة قادمة أفضل بكثير من ماضيه أو أن يقطع الاتصال بين ما هو سابق وما سيأتي أيضا يجب المطالبة ليست فقط بديمقراطية سياسية يا أستاذ سليمان كما يحلم بها الشباب وأن تطبق والتعددية يجب أيضا المجتمعات أن تؤسس إلى مشروع فكري وثقافي يتماشى مع حلمهم بالمشروع الديمقراطي السياسي لعنى لابد أن تكون هناك ديمقراطية فكرية وثقافية المجتمعات الجديدة يجب أن لا تقع في الأخطاء التي وقعت فيها الأجيال السابقة بمعنى التصنيفات مصادرة الرأي الرأي الواحد إذا كنت تريد أن تعيش ديمقراطية أو تحلم بوجود أنظمة ديمقراطية سياسية يجب أن يؤمن المجتمع بالديمقراطية الثقافية والديمقراطية الفكرية النظام السياسي وحده مهما كان جمالو إذا لم توجد هناك أرضية فكرية وثقافية مستعدة لأن تتسق وتتماشى وتتناغم لن يكون ناجحا فالخوف أن يفشل البعض أن يفشل البعض في مرحليا على أقل نعم في التأكيد على أهمية هذا الجانب بمعنى أن لا نطالب بمستقبل سياسي أفضل ولكننا نعيش واقعي اجتماعي وثقافي وفكري متصل بالماضي إذن التغيير التحول هو هي مسألة ليست فقط كما تفضلت بإسقاط رمز نظام سياسي ولكن عملية ثقافية اجتماعية فكرية بالتأكيد والتالي البعض من المتدمرين من الربيع العربي لظروفهم ولمصالحهم وخوفهم أيضا نفهم يعني يقول انظروا ماذا يحدث في مصر انظروا الفوضى وما الذي يحدث يا سيدي هل تتوقع شعب يرزح تحت نظام ديكتاتوري لمدة 30 عاما أن يتغير بين يوم وليلة وأن تقول الأمور على ما يرام هذه النتائج طبيعية جدا هذه المراحل الانتقالية طبيعية جدا ومتوقعة ويجب أن لا تكون مصدر إحباط وللأسف الشديد هناك أيضا بعض الزملاء الكتاب في أكثر من مكان وفي أكثر من موقع يركزون على هذه النقطة بأنه انظروا ماذا حدث في مصر انظروا ماذا حدث في توني انظروا ماذا يحدث هنا هذا لابد هناك أنظمة كانت تقاوم وأنظمة لها جيوب لا زالت متواجدة في كل مكان وتناظل بشراسة وبقوة من أجل جر هذه الثورات إلى الماضي وبالتأكيد لابد أن تكون هناك مشكلة أيضا الانتقال من مرحلة اللاشيء إلى بناء شيء جديد أيضا مرحلة مكلفة ولابد أن تمر بآلام شديدة جدا وأي حلم نبيل وأي حلم جميل في هذه الحياة لابد أن يمر بهذه المرحلة الانتقالية بمعنى نحن لا نقلل من الآثار الإضطرابات التي تحدث الآن أو من التوجس أو من التخوف ولكن لا يجب أن يكون هذا مبررا لأن نشعر هؤلاء الشباب باليأس أو أن مشاريعهم فاشلة أبدا ما يحدث هو في سياقه الطبيعي الانتقال من مرحلة طويلة جدا مليئة بكل المساوي والسلبيات إلى مرحلة جديدة تريد أن تؤسس لما هو عكس ذلك لابد أن نمر بهذه المرحلة الانتقالية التي نشاهدها الآن ولكنها ليست مبررا لا يجب أن تكون مبررا للإعاس أبدا طيب الرئيس علي عبدالله صالح كانت لديه فرصة ليكون مرشحا لهذه الجائزة تقصد نوبل للسلام لو كان تنازل عن الحكم في بداية المطالبة بالتغيير لأنه سيكون أول رئيس عربي يستجيب لمطالب الشعب ويترك الكرسي أليس طبيعيا أنه واحد له ثلاثين سنة في الحكم لن يستوعب مثل هذا الدرس لا أدري لماذا نقلت إلى اليمن بالذات ولكن أنا تكلمت عن اليمن ليبيا مصر تونس ولكن في كل الأحوال يعني أنا تحدثت عن رئيس صالح كنموذج لغيره إذا كان رئيس علي عبدالله صالح له ثلاثين عاما فرئيس مصر السابق ثلاثين عاما القذافي ثلاثين عاما هو ليس السثناء هذا أولا أنا تحدثت ربما من أنت ربط بجائزة نوبل بجائزة نوبل بالفعل لا أتذكر على الأقل هل تتذكر أنت يا أخص هل تتذكر أن يوجد لدينا مسمى رئيس سابق في الأنظمة الجمهورية العربية فقط في السودان نعم لا أتذكر فقط في السودان وحالة وحدة في موريتانيا نادرة وتسجل في التاريخ لا أوجد لا أوجد نادرة يعني وأنا بالفعل كانت أمام الرئيس علي عبدالله صالح بالذات يعني تهيئت فرص كثيرة جدا لتسليم السلطة وبوجود طمانات أنا لو كنت مسؤولا في أمانة جائزة نوبل وقام الرئيس علي عبدالله صالح بهذه المبادرة لكنت أول المتحمسين لمنح جائزة نوبل للسلام طيب كيف تقرأ منح جائزة نوبل للناشطة اليمنية توكل كرمان التوكل كرمان الأستاذ التوكل كرمان أولا ليست طارئة على العمل السياسي والحقوقي والإنساني أما شخصية مثقفة معروفة وصحافية وتناضل على كل المستويات من منذ فترة طويلة من عام 2005 أو ما قبلها أسست منظمة صحفيات بلا حدود صحفيات بلا قيود تبنت قضايا حقوقية في غاية الأهمية ما بعد ذلك بالمناسبة توكل كرمان كانت تتبنى قضايا كبيرة جدا وكانت تعتصم أمام مجلس الوزراء في يوم عقاده أسبوعيا للمطالبة بهذا الموضوع بالإضافة إلى ذلك دعنا يعني توكل كرمان كان لها دور كبير جدا تنسيقي وتنظيمي وإعلامي وفي ساحة التغيير في اليمن وكانت حاضرة بقوة وفاعلة بقوة وكان خطابها وكان خطابها السياسي خطابا عقلانيا وجيدا وراقيا وإنما عن حب عميق جدا لوطنها وأنها تريد أعتقد أنها تستحق جائزة نوبل للسلام هي وأمثالها وأمثالها من الشباب لكن أنت ككاتب سعودي لا أريد أن أحرجك ولكن مهنيا لا بد أن أسأل في هذا البرنامج حتى لا يبدو أني محايدة أكثر من لازم الموقف السعودي تجاه ثورة اليمن أو شباب اليمن كثير داخل السعودية يعني عبروا عن إحباط أنه يعني الدعم الدعم الرسمي لعلي عبدالله صالح يعني أساء للسعودية على الأقل في أوساط الشباب وهم يقودون مشروع التغيير في اليمن كيف تقرأ الموقف السعودي من اليمن الموقف السعودي في اليمن هو طبعا مؤطر ضمن المبادرة الخليجية التي قدمت للرئيس على عبدالله صالح ويعني أتوقع أنه الدور السعودي في هذه المبادرة كان دور كبير جدا في صياغة هذه المبادرة لإيجاد مخرج للأزمة في اليمن طبعا قد يقرأ الشخص ما بأن هذه المبادرة يعني لإنقاذ النظام اليمني أو لدعم النظام اليمني أو لبقاء النظام اليمني ولكن لا أرى ذلك المبادرة كانت بالأساس همها السلم في اليمن والسلام في اليمن قضية الجزم بأن المملكة تدعم علي عبدالله صالح خلني أقاطعك وتكمل إجابة بعد هذا الفاصل الأخير في هذا الحوار مع حمود أبو طالب انتظرونا إذن نحن في الجزء الأخير من هذا الحوار مع الدكتور حمود أبو طالب قاطعتك وأنت تكمل أو كنت تنوي أن تكمل إجابتك حول سؤالي عن اليمن والموقف السعودي من اليمن دعني أشير إلى جانب ربما تكون الإجابة داخل ما سأشير إليه الرئيس على عبدالله صالح استضيف في المملكة العربية السعودية للعلاج بعد الحادث المعروف الذي حدث له قدم الرئيس على عبدالله صالح المملكة للعلاج وعولج ولكنه خرج للأسف الشديد ما ممارسات الرئيس بعد أن خرج للعلاج أو ممارساته السياسية وحضوره السياسي في المملكة العربية السعودية وفي الرياض أعتقد أنه لم يكن يجب أن يحدث بذلك الشكل الرئيس على عبدالله صالح خرج وكان يجتمع بأركان حكمه وكان يجتمع بمجلس الرئاسة وبيوزرائه ويلقي بيانات يبث التلفزيون اليمني من الرياض أو من مقر إقامته في الرياض أعتقد أنه تمادى كثيرا في استغلال الظرف الذي هو موجود فيه ربما الله أعلم أنا لا أشكك في النواة ولكن ذلك كان محرجا وقلت ذلك في الكتاب أن ذلك الموقف محرج للمملكة العربية السعودية على مستوى الحكومة وأيضا على مستوى الشعب لا ننكر ذلك لأنه في تزامن مع إلقاء خطول لم يكن جيدا أن يفعل ذلك الرئيس على عبدالله صالح أن يتواجد في دولة وهو رجل خرج في خضم ثورة على نظامه وأن يمارس ذلك النشاط السياسي العلني ويوجه تلك الخطابات القاسية للمجتمع اليمني والثوار اليمنيين من عاصمة دولة استضافته للعلاج وقدمت له كرم الضيافة ولكنه كان بطريقة ما يحاول إحراج المملكة العربية السعودية ولذلك يأتي السؤال أنه أليس من مصلحة السعودية كحكومة وكمجتمع أن تبني علاقات جيدة تدعم هذا التوجه دعني أكمل سؤال التوجه الشبابي في اليمن لأن الرئيس يعني مثله مثل غيره ذاهب ذاهب يعني اليوم أو غدا وهذا المنطق يا سيد الكريم هذا المنطق أن الشعوب هي الباقية والأنظمة هي الذاهبة هي الذاهبة فبالتالي أي رهان على أن تختزل أي دولة تختزل علاقتها مع أي شعب آخر على مستوى مؤسسة الحكم في ذلك المكان فهذا رهان خاطئ لأن الشعوب هي التي تبقى والأنظمة الدكتاتورية مثل هذه الأنظمة التي سقط منها ما سقط والتي لا زالت تترنح هذه لا يراحن عليها طيب في مقال مجرد عينة بصحيفة عكاظ دعني نتكلم عن الشأن السعودي بالدقائق القليلة المتبقية بعشرين يونيو 2010 كتبت إذا كنا نريد بالفعل إيقاف العبث بالمال العام أو على الأصحة الحد من هذا العبث فإنه لابد من فرض احترام هيبة الأجهزة الرقابية وعطائها مزيدا من الصلاحيات وأن يفرض احترامها والرضوخ لها على كل الإدارات دون استثناء من هي هذه الأجهزة الرقابية التي تعني هل مجلس الشورى يدخل في هذه الدائرة؟ لدينا منظومة دكتور سليمان من الأجهزة الرقابية لدينا هيئة الرقابة والتحقيق لدينا ديوان المراقبة العامة لمراقبة المال العام لدينا في كل وزارة إدارات متابعة قانونية لدينا منظومة كبيرة جدا مؤسسة لمكافحة الفساد وهو أخيرا مؤسسة لمكافحة الفساد ولكن غير فائلة بالشكل الجيد لماذا؟ لأن الجهات الحكومية لا تقيم لهذه المؤسسات وزما ولا تتعاون معها ولا تكشف لها أوراقها على مستوى الوزارات أيضا مجلس الشورى برغم صلاحيته المحدودة أيضا يشتكي من أن المعلومات بأنه يطالب بمعلومات من بعض الوزارات فلا تأتي فكيف نريد أن تكشف بعض إدارات أو مؤسسات أو وزارات معلوماتها المالية لهيئات ضعيفة لا تتبقى لها وهذا يقود إلى السؤال عن مجلس الشورى نعود إلى مجلس الشورى نتحدث عن المطالبة بتوسيع صلاحيات ومكانيات مجلس الشورى وهذا ما نتحدث عنه منذ زمن طويل لأقسلمان وبشكل علني وبشكل متكرر أنه يجب أن يعطى مجلس الشورى مزيدا أو قدرا كبيرا جدا من الصلاحيات التشريعية والرقابية وبدون ذلك ستبقى بقية المنظومات التي تحت مجلس الشورى منظومات الرقابية أيضا غير فعلا إذا كان لديك المؤسسة أو الجهاز الأول الذي يفترض أن يدير كل هذه العملية مكتوف اليدين بصاحب صلاحيات محدودة فمن باب أولى أن لا تكون هذه الهيئات فاعلة أعتقد أنه حان الوقت ولا يجب أن نتأخر كثيرا بغض النظر عن الحديث في موضوع الانتخابات أو غير الانتخابات وهي مطلوبة ولكن أعتقد في رأي أنه قبل أن نتحدث عن الخطوة القادمة يجب أن يفعل مجلس الشورى كمجلس الشورى هيئة تشريعية رقابية على أجهزة الدولة وأن تكون لديه الصلاحيات الكاملة لتفعيل هذا الدور وبدون ذلك سنظل ندور في دائرة مفرغة وكل أنواع الفساد الذي نسمع عنه ونقرأه ونلمسه ونشاهده سيستفحل ويتفاقم ونحن عاجزون أمام ماذا عن المجالس البلدية والحديث حول المجالس البلدية؟ تقريبا نفس الحديث الدكتور أنه يا جماعة ما عليش نسوي انتخابات وتشارك المرأة بس السؤال السؤال عن ماذا فعلا ماذا تفعل هذه المجالس؟ المجالس البلدية لا تزيد عن أقسام ملحقة بالبلديات والأمانات لا تقدم شيئا صلاحيات استشارية ورقابية على لا شيء مجالس بلدية لا تستطيع أن تقرر شيء مجالس بلدية لا تستطيع أن تبحث أو تطلع حتى على بعض الملفات المهمة عن التنمية في الأماكن المسؤولة عنها للأسف الشديد هي مجالس شكلية لا أكثر ولا تقدم دورا للمجتمع وأعتقد أيضا أن مفهوم المجالس البلدية وأنت تعرف ذلك في الدول الأخرى هي أساس التنمية المجالس البلدية التي تنطلق منها كل مراحل التنمية وبالتالي يجب أن يعادل نظر فيها وتفعل بشكل أفضل طيب مقال من يقف خلف هذا المقرر بيوقات 18 سبتمبر 2011 تقول المنهج تكلم عن مناهج المدرسية المنهج يعتبر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ودعوات الإصلاح وحقوق الإنسان تغريبا للمجتمع وأن الثقافة والإعلام أهم أدواته أي أنه ينسف كل عناصر المشروع الإصلاحي والتطويري المستقبلي الذي تتبناها الدولة ويحلم الشعب أن يتحول من خلاله إلى شعب منافس لبقية الشعوب منافسة إيجابية حدثنا عن هذه القصة قصة مخجلة ولو يوجد تعبير آخر أراه مناسبا لها أن يحتوي مقرر من مقررات التعليم العام فصلا كاملا يتحدث عن برنامج الإبتعاث بهذا الشكل السلبي وأنه نوع من التغريب وأنه نوع لفقدان الهوية وإلى آخره طالب في التعليم العام هذا المقرر في منهج الفقه الثاني الثانوي أي أن هذا الطالب بعد عام ربما يلتحك برنامج خادم الحرمين الشريفين نعم مقرر فقه يحتوي لم يكن في مقرر التربية الوطنية ولم يكن في مقرر الثقافة العامة في مقرر الفقه ما علاقة مقرر الفقه بالحديث عن الإبتعاث وعن التغريب هل نريد أن نضيف قدسية على مثل هذا الكلام بحيث نقحمه في مقرر الفقه أو نشرعه مثل هذه الآراء قلت أنه شيء مخيل تماما أن يكون هناك مشروع وطني كبير جدا تتمنى الدولة يتمنى خادم الحرمين الشريفين شخصيا ويوجد لدينا ما يزيد عن مئة ألف مبتعث ومبتعث خارج الوطن وأن يأتي مقرر من مقررات التعليم العام وإحتوي مثل هذه الآراء مقرر مدرسي وتخرج علينا وزارة التربية والتعليم بعد فترة طويلة من مناشدتها لتوضيح هذه الفضيحة الموجودة في أحد مقرراتها لتخرج علينا وتقول أن الأمر لا يزيد عن مجرد مبالغة هل بالله عليك مثل هذا الكلام هو مبالغة كيف؟ إذن من يقف وراء هذه المقررات؟ إذا كانت وزارة التربية والتعليم لم تكتشف ذلك أو تدعي أنها لم تكتشف ذلك إلا بعد أن صدر المقررة إذن من الذي يدير الوزارة؟ من الذي يقف خلف المناهج والمقررات هذه؟ كل عام نفاجأ بحارثة في أحد المقررات ونصوص جديدة ونحن ضمن مشروع تطوير التعليم نعم للأسف الشديد دعني في الدقائق القليلة المتبقية أعود بك إلى ساحات 2011 أخيرا الشعب يريد طبعا هناك نقد للكتاب بالتأكيد ومرحب بكل ذلك النقد بما كتب جورج جحافي وكارت رويترز الكاتب حمود أبو طالب في كتابه ساحات 2011 أخيرا الشعب يريد وقع فيما أخذه على الآخرين ممن قال إنهم تناولوا موضوع الانتفاضات العربية سنة 2011 وقد أخذ على من تناولوا هذا الموضوع قبله أنهم لم يغوصوا إلى أعماق المسائل والمشكلات التي أدت إلى الانتفاضات يعني أنت وقعت فيما تنتقف في الآخرين أنا قلت لأن الآخرين لم يغوصوا عميقا ولكن لم أدعي أنني غوصت عميقا أنا في مقدمة الكتاب أنا قلت ووضحت بشكل واضح أنها عملية ترصد وقراءة لمجريات الساحات ربما حاولت أن أحلل أو أشرح بعض الجوانب وبعض الأحداث التي حدثت في هذه الساحات والخلفيات ولكنني لم أدعي أنني أملك الإجابة على كل هذه الأسئلة أنا حاولت وأنا أحترم جدا وجهة نظر الأستاذ جوحة وتضيف نقد شخص مثله للكتاب بالعكس يضيف شيء كبير جدا وشيء يسرني ولا يغضبني ما هي أصدار الكتاب؟ كيف كانت أصدار الكتاب؟ ربما نسأل الآخرين أنا لا أستطيع عنه ولكن قيل لي أنه حاضر متواجد ومقرو لا أريد أن أروج للكتاب ولكن أتمنى أن يكون لائقا بوعي القارئ وبوعي القارئ العربي وأتمنى أن يكون لائقا أيضا بحجم الحدث أنا حاولت ما استطعت جاهدا وبكل حيادية وبكل مسؤولية ذاتية تجاه هذه الثورات العربية وهذه الساحات العربية وعلى الأقل أنني حاول متواجد بالأسواق العربية اليوم؟ متواجد بالأسواق العربية نعم نعم إذن أكرر شكري وتقديري لحضورك للمرة الثانية في ستوديو حديث الخليج شكرا لك دكتور سليمان دكتور حمود أبو طالب يسعدني تماما التواجد معكم وأنا الذي أكرر الشكر لك الله حيك إذن مشاهدين الكرام أشكركم أيضا على متابعة هذا الحوار مع الكاتب السعودي الدكتور حمود أبو طالب حديث كان عن كتاب ساحات 2011 كذب الكاميرا الشعب أخيرا الشعب يريد نلتقي الأسبوع القادم إلى اللقاء شكرا لك دكتور شكرا 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 لك